للتقرير اللي عرضناه عن الحاجة ليلى أحمد هذه السيدة الكبيرة اللي شفناها فيه التقرير ولزي ما قلت هي يعني مثال حي لفكرة مجابهة حاجتين مع بعض المرض وألامه وشدته ومشاكله وكمان المجتمع وظلمه فيه الكثير من الأحيان إحنا عدينا استجابة جمعة صح؟ طيب ممكن تقول لي طيب هي يمكن في التقرير كانت طلبة طلب بسيط جدا 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 طلبة غسالة غسالة ملابس خلينا نشوفها يا مصطفى طلبة غسالة ملابس علشان تسعيدها في الحياجة تلينها استجابة من الأستاذ كريم حسن بنشكره شكرا جزيلا أنه استجاب لهذه السيدة وهيتبرع ليها بغسالة شكرا